اشتركوا في القناة من سارية علم الجمهورية متعدد الالوان ما تصنعه الميليشيا من اختطافات يومية في احياء المدينة وضواحيها يعبر عن حالة هدر الانسان الذي ينام في اجواء منزله اول الليل لينهي ليلته في سجن غير مرئي لا يرى فيه الا عيون الشاويش ولا يشتم الا رائحة دخان السجائر عودة زمن الرهينة عبر الزام احدى القرى في بنح شيش بعشرين رهينة بعد خلاف بين الميليشيا والاهالي يعبر عن مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للذين رموا بفلذات اكبادهم الى مصير مجهول فوق عربات الانقلاب وما تصنعه الميليشيا في مستشفى الثورة من تضييق على الكادر العامل ومصادرة رواتبه مسلك يعبر عن الثلاثية الامامية التي عادت بحذافيرها لتعزيز الجهل والفقر والمرض ضياء الحد الادنى من شخصية الدولة والقانون هو السائد العام في المدينة في ظل غياب صوت القانون بينما يحضر صوت الصرخة ويزدهر نهج قطاع الطرق على حساب نهج الدولة وسلطة القانون صناعة الذعر داخل احياء المدينة وعودة زوار الفجر لرصد انفاس الناس يزيح الستارة عن الظلال السوداء التي تخيم على مدينة كان يطلق قديما على احد جبالها غيما عندما كان الغيم رفيق صنعا قبل ان يصبح القهر رفيقها الوحيد تحت الاكراه المسلح وهي المدينة التي كابدت طويلا من اجل النور لتجد ذاتها مجددا في مربعات الظلام والسوق السوداء اشتركوا في القناة